هي خطوة قوية خطوة جبارة يقوم بها المعلم لأنه في الأول والآخر هذا حقه وحق أولاده لا يطلب شيء من أحد ولا يطلب معنا من أحد وحتى المتاجرة بمرتبات الموظفين والمتاجرة بمرتبات المعلمين من قبل هذه الميليشيات الحوثية للمنظمات الدولية والشحاتة بأسماؤهم هو ليس فضل ولا منا بل هو حق واجب على الحكومة الشرعية وعلى هذه الميليشيات وعلى العالم بالكامل أن يعطي المعلم حقه في مرتباته لأنه قوت أولاده هذا الأمر الأول الأمر الآخر قد ربما يمكن أقرأه من ناحية أخرى وأن هذه الإضراب قد ربما يكون بداية لشرارة تنفتح في وجه هذه الميليشيات الحوثية من قبل موظفية الدولة وتبدأ من خلال معلمي المدارس المعلم هو اللبنة الأولى الذي وضع الأساس لكل الموظفين في الدولة وأعتقد أنها بداية الشرارة بداية الخير بداية الهجمة للأسد الذي قد أصبح مريض وقد تريد الميليشيات الحوثية أن يموت هذا الشعب بتجويعه بلوي ذراعه بقوت أولاده وبالتالي أعتقد أنها بداية شرارة للمواجهة أمام هذه الميليشيات من قبل هؤلاء المعلمين الأكفاء في الوطن اليمني المخلص